اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او ما مدى مواكبة هذا التعديل في القانون مع العاملين بالشؤون الطبية هيكون معانا النهاردة دكتور ايهاب الطاهر امين عام نقابة اطباء القاهرة علشان نتكلم اكتر على التعديلات القانونية اللي تمت فيما يتعلق بهذا القانون او بقانون شؤون اعضاء المهن الطبية صباح خير دكتور صباح خير اهلا بحضرتك وفي البداية خلينا نتعرض مع حضرتك على القانون الاساسي والتعديلات اللي حصلت على القانون كواس القانون الاساسي صدر في شهر فبراير سنة 2014 صدر في الحقيقة فيه كانت فيه اخطاء كتير ومشاكل كتير جدا في القانون المفترض في القانون انه نازل علشان يحسن الاوضاع المادية بعض الشيء للاطباء والفريق الطبي والتمريد واللي بيشتغلوا في الحقل الطبي لكن للأسف القانون كان فيه مشكلات كتير جدا نتج عنها ان فيه بعض الناس مرتباتها نقصت لان هي قصة مرتباتها قليلة فبدل ما زودها مرتبات نقصت فاحنا ساعتها كنا طالبنا عدة مطالبات بتعديل مواد القانون بعثنا حوالي 11 تعديل لمجلس الوزراء مجلس الوزراء وافق على ثلاثة منهم وكانت بادرة طيبة انه يوافق على ثلاثة منهم كان ساعتها فيه اضراب للأطباء وتوقف اضراب للأطباء بناء على موافقة مجلس الوزراء على الثلاث مواد دول لانه هتبر بادرة حسنينية هم بيتقدموا خطوة والأطباء بيتقدموا خطوطين مزبوط فصدرت أخيرا التعديلات بتوقيع رئيس الجمهورية دي طبعا دي بادرة طيبة من السيد رئيس الجمهورية انه الأطباء كان ليهم موقف مختلف تماما عن باقي شرائح المجتمع انه الكل كان بيطلب مطالب ليه علاقة به وانما الحقيقة انه في اضراب الأطباء وده اللي كان مخلي ناس كتيرة جدا يعني متعاطفة رغم طبعا الاعتراضات عن انه الطوارق ما ينفعش اضربه ان الحقيقة المطالب كان ليه علاقة بالمواطن او ليه علاقة بالحالة اللي هيتعامل معها الطبيب اكتر من انها مطالب خاصة به واستهى الادراب في الحقيقة الطوارق ما وقفتش فكان اضراب يراعي مصلحة المريض وكان كل الادراب او كان كل المطالب ليه علاقة بالامتانيات ليه علاقة بالميزانية اصلاح المنظومة الصحية هو ده الغرض اصلاح المنظومة الصحية طيب دلوقتي صدرت تعديلات على تلت مواد من القانون في الحقيقة احنا نقدر نقول دي خطوة صغيرة للأمام خطوة للأمام وبادرة طيبة وبادرة حسنينية لكن للأسف الشديد يعني الثلاث مواد اللي نزله فيهم مادة كويسة كنا متطفقين عليها فيهم مادة جات بسياغة مختلفة شوية لكن ممكن تتعدل في اللايحة التنفيذية المادة الثالثة في الحقيقة سيئة يعني لما نتكلم على المادة الاولى اللي هي كويسة معقولة هي رفعت بدل المهنة الطبية رفعته للأطباء البشرين بحوالي 300 جنيه في الشهر من شهر 7 اللي فات وأنا قصد أن أقول القيمة أنها 300 جنيه في الشهر لأن في بعض وسائل الإعلام في الحقيقة قالت أن الأطباء بياخدوا آلاف الجنيهات وزيادة آلاف الجنيهات الكلام ده مش حقيقي 300 جنيه في الشهر ما هيش حقوق الأطباء لكن هي خطوة للأمام وخطوة كويسة أوكي هتزيد تاني كمان 250 جنيه من واحد سبعة اللي جاي برضو خطوة للأمام وخطوة مقبولة ده بالنسبة للمادة 17 طيب في عندنا المادة 7 تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطة للتنمية المهنية المستدامة دي كويسة الجزء الأخير بقى تتحمل وزارة الصحة التكاليف قالوا إيه تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية التكاليف من مواردها الزاتية هي دي مشكلة احنا ما كناش متفقين على كده احنا قلنا تتحمل وزارة الصحة تكاليف التدريب وخلاص لكن لما يقولي مواردها الزاتية هتيجي بعد كده بكرة وزارة الصحة تقول مواردها الزاتية ما تكفيش فيبقى مش هندفع أو لأ مشانا اللي هدفع هيبقى كده الجهة الخاصة هي لها تبقى متحملة تكاليف بالظبط سيقولي مشانا اللي هدفع دي جهة العمل الأصلية جهة العمل الأصلية تقول ما معايش يبقى وزارة الصحة فهندخل فيه مشكلة قانونية فيه سياغة الجزئية دي في من يتحمل تكاليف تدريبات بالضبط كده تدريباتي طبعا ده شيء مهم جدا لنحن مقدرش نخفى لها لنحن ندرب ونطور ونبعت ناس تشوف ايه هو الجديد ونجيب اجهزة حديثة وندرب عليها كثير من العاملين في المهنة التدريبية ده جزء مهم جدا لتحسين المنظومة الصحية ان يبقى الطبيب الموجود مدرب بس اختلاف حضرتك على جزئية التمويل الجزئية دي اللي هيتحمل تكاليف التدريبات الجزئية دي ممكن تتصلح في اللايحة التنفيذية بس الشرط يبقى اللايحة التنفيذية اللي هتتحط تتحط بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء يبقى لجنة مشتركة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء علشان نقدر نقول لا مش النقابة مسؤولة عن التكاليف لجنة مشتركة الوضع اللايحة التنفيذية للقانون علشان يتحدد بالزبط التكاليف هتطلع منين علشان ميبقاش فيها مشاكل الأفضل من وجهة نزر حدثك الأفضل أن نتطلع من الميزانية من ميزانية وزارة الصحة الخاصة بالتدريب من ميزانية وزارة الصحة الخاصة بالتدريب طيب فده الأفضل علشان ننهي المشكلة المادة الثالثة في الحقيقة هي فيها مشكلة كبيرة المادة الثالثة هي الخاصة بالطوارئ المادة 11 المادة 11 بزيلي عليها خلاف كبير جدا عليها خلاف كبير جدا خلينا نحط في اعتبارنا أنه المنظومة الطبية طبعا كلها فيها مشاكل كلنا على علم بدا وخاصة في الفترات الأخيرة بعد ما لقوا إخفاقات كثيرة جداً مشاكل كثيرة جداً في كثير من المستشفات مش بس الحكومية على فكرة إنما الحقيقة إنه خلينا نعتارف إن طبيب الطوارئ هو طبيب عليه مسؤولية مضاعفة يعني اللي رايح لدكتور تعبين شوية أو عارف إنه هو رايح للدكتور موضوع بالنزال مختلف تماماً عن اللي عامل حدث ودخل طوارئ أو عن اللي محتاج طوارئ أو اللي حصلت له مشكلة ودخل طوارئ فخصائص ووظائف وطبيعة طبيب الطوارئ مختلفة تماماً عن الأطباء الآخرين محرطك صحيح طبعاً طبعاً لا بالعكس حضرتك حطيت إيدك صحيح يعني طبيب الطوارئ عليه مسؤولية مضاعفة عن أي طبيب وهو بالتالي محتاج خدمات أعلى عن أي طبيب بالضبط كده وحدد أطباء الطوارئ عندنا في الجمهورية قليلين تخصصات الطوارئ اللي هو تخصص الطوارئ والعناية المركزة والحضانات عددهم قليل وتدريبهم محتاج تدريب أكتر ومحتاج مجهود أكبر في الشغل وبالتالي إحنا محتاجين نديهم محفزات علشان يدخلوا هذا التخصص إيه أزمة بقى المادة 11 وإيه أزمة أطباء الطوارئ ده؟ أقول لحضرتك أطباء الطوارئ من البداية كانوا كلهم بياخدوا 400% حوافز إضافية عن بقية الأطباء وعشان برضو الناس تبقى عارفة 400% الزيادة دي يعني تقريبا ألف جنيه فقط للطبيب حديث التخرج ألف جنيه زيادة عن الباقيين للطبيب حديث التخرج عشان يقبل على تخصص الطوارئ الزيادة مش كبيرة؟ وهو عادة ما بيكون في شباب يعني الواحد نادرا لما بيروحوا لقدر الله يعني غالبا هتلاقي الشباب قدرتك طبعا يعني لقدر الله نادرا لما الواحد بيروح أي طوارئ بعد حوادث ولا بعد أي مكان يعني العبء الأكبر على الشباب طبعا بيجلقي طبيب يعني راجل كبير يعني طبيب كبير يعني أو طبيب سنه كبير لكن بيبقى معظمهم شباب لما موجودين في الطوارئ ده صحيح الأغلبية بيبقوا شباب طبعا فكانوا بياخدوا فعلا 200% في التعديلات بتاعة القانون سبتوا الـ 400% للكبار الأخصين والاستشارين اللي كانوا بياخدوها هيستمروا ياخدوها جم عندي الشباب الصغيرين قالوا لا 15% منهم بس اللي ياخدها وياخدوا 100% بس على أساس إيه 15% منهم ما الـ 15% اللي هياخدوه منهم بقى بالضبط قالوا بالتناوب بالتناوب kettlebell たب لانا وانا عندي 2 كلبا قدي واحد منهم ابلقوت 50% يبقى يقول لي لا ما تديش خالص دي نقطة طب لو عندي سبعة هيقول لي واحد ياخد كل سبعة تشهر وياخد مية في المية بس إذن أنا نقصت الفلوس فعليا للأطباء الشباب بتوع الطوارئ أنا مندهش مجلس الوزراء وافق على صياغة أخرى لهذا القانون مين اللي بيلعب في القرارات بعد موافقة مجلس الوزراء في الحقيقة ده لازم يتحاسب لأن حاجة من اتنين يا إما أنه هو مش فاهم ودي مصيبة يا إما هو فاهم ومتعمد أنه هو يعمل أزمة في المنظومة الصحية وهنا تبقى المصيبة أكبر عندنا حلول طبعا في حلول في عندنا ثلاث حلول لهذه المشكلة الحل الأول يعني بالأخص لمادة 7 و 11 و 17 7 و 11 و 17 طبعا في عندنا حلول لمادة 11 بتاعت الطوارئ على وجه الخصوص الحل الأول اللي هو الأسهل وين هو المشكلة بسرعة تعديل هذه المادة بقرار من رئيس الجمهورية إحنا عارفين أن دي طبعا ممكن تبقى فيها بعض الصعوبات في الفترة الحالية طيب في حل تاني فيه أنه هو الليحة التنفيذية تغير بعض الأمور بحيث أنها تدي لأطباء الطوارئ اللي كانوا بياخدوا قبل كده يستسنوا من هذا الكلام وتديهم الربعمية في المال اللي كانوا بياخدوها بس لازم تلتزم وزارة المالية بكده طيب الحل التالت إيه؟ الحل التالت أن يطلع قرار من رئيس الوزر بإضافة حافز إضافي لأطباء الطوارئ بقيمة ربعمية في المية بحيث أن تنتهي المشكلة في الحقيقة الحلول كلها محتاجة تدخل شخصي من السيد رئيس الجمهورية وإحنا نتعشم أن هذا يحصل بسرعة لأن بدون تدخله دايما وزارة المالية بتحدفنا على وزارة الصحة ووزارة الصحة بتحدفنا على وزارة المالية وفي الآخر ما بنطلعش بحاجة يعني حتى في القانون السابق اللي هو إحنا بنقول كان فيه مشاكل كتير إلى الآن وزارة المالية ما بتلتزمش بصرف مواد القانون ما بتلتزمش بمواد القانون في حتة كتير جدا من أحاق الجمهورية في أماكن كتير جدا ما أخذوش حوافز مناطق النائية واحد مرمي في مناطق النائية ما بيدلوش الحوافز بتاعته حوافز الطوارئ ما بياخدهاش حوافز المنتدبين ما بياخدهاش لغاية دلوقتي والقانون طالع من 9 شهر ولغاية دلوقتي وزارة المالية متعنتة في صرف المستحقات الأصلية بتاعة الأطباء في الحقيقة احنا بنتعشى من السيدة الرئيس الجمهورية يتدخل ويعطى تعليمات واضحة وتتعامل لجنة مشكلة من وزارة الصحة ووزارة المالية ونقابة الأطباء ضروري تبقى نقابة الأطباء ممثلة في هذه اللجنة علشان تتحل هذه المشكلة ليها حلول طبعا ليها حلول طيب في النهاية هذا القرار نعتبره قرار جيد التعديلات نعتبرها تعديلات جيدة وبادرة حسنينية بعد تعديل المشكلات اللي موجودة فيها لكن برضو علشان المواطنين يبقوا فاهمين في النهاية بعد كل هذه التعديلات الطبيب حديث التخرج يبقى مرتبه كم؟ 1750 جنيه بعد التعديلات طبعا أفضل مما سبق لكن مش هو حقه علشان في بعض الناس متصورة بقى خلاص الدكاترة بياخدوا 20 ألف جنيه و30 ألف جنيه لا لا طبعا في 1-7-2015 مرتب الطبيب حديث التخرج هيبقى ألفين جنيه بعد هذه التعديلات طبعا أفضل مما سبق طبعا لأن قبل كده كان بياخدوا 400 جنيه و500 جنيه و700 جنيه وحاجات زي كده أفضل مما سبق طبعا أفضل مما سبق لكن إحنا لسه لنا بعض الأشياء الأخرى دي هنطلبها إن شاء الله من مجلس التشريح القادم لأن فيه مشروع متكامل في الحقيقة مشروع فني ومالي المسألة مش مالية فقط صحيح المسألة فنية في المقام الأول أنا عايز أربط جزء من الأجر بالتدريب والتعليم الطبي المستمر أربط جزء من الأجر بالدراسات العليا أربط جزء من الأجر بتفرغ الطبيب للعمل الحكومي أربط جزء من الأجر بالتقييم المهني الصحيح إن أنا بقيم عمله بناء على البروتوكولات العالمية الموجودة لكل مرض ده فعلا اللي نقدر أن أتقدم فيه ده هيعمل الضبط كمان في الحقيقة في كتير جدا من المستشفيات يعني حدثك بكل كلام مهم جدا لأنه لو أي حد من حضراتكم وده أكيد تعرض لأي مستشفي حكومية هيشوفوا الأداء الوظيفي للطبيب الأطباء هناك الحقيقة أن المشكلة أن الطبيب هو صاحب مهنة خاصة جدا فهو بيتحول من طبيب إلى موظف صحيح ودي أزمة صحيح يعني ده بيترتب عليه مشاكل كبيرة جدا بيترتب عليه مش بس الإساءة إلى المهنة مش بس الإغفاقات لكن المهن بيترتب عليه حياة بشرة بيترتب عليه حياة بني أدمين بيترتب عليه أنه حقيقي بيتقال أنه الفقير اللي ما معهوش فلوس الموت بيبقى ترمله من أنه يروح يتبهدل في المستشفى ويتعامل مع ناس بتتعامل معاه بمنتهى بمنتهى الإهمال فمهم جدا أنه نرجع الطبيب إلى مهنته الأساسية ونبعده عن أنه موظف نبعده عن كونه راجل موظف رايح يمضي ويمشي ومشي في هالحالة لقدامه يعني ده مهم جدا بزبت كده إحنا عايزين الطبيب ياخد الأجر اللائق به ويشتغل الشغل المفروض عليه صحيح دي هتحسن المنظومة الصحية كلها علشان نرفع المنظومة الصحية كلها بتاعتنا فدي نقطة مهمة جدا في الحقيقة وده جزء كبير جدا من تقدمنا لأنه الحقيقة من غير صحة ومن غير منظومة صحية مشرفة ومن غير طبيب ناجح ومن غير أطباء ومناخ صحي إحنا مش نقدر نعمل حاجة كمان زيه زي التعليم زي الأمن زي أهم العوامل اللي هتكون مؤثرة في نجاح البلد دي صحيح صحيح بالزبط فنتمنى أن سرعة تدخل رئيس الجمهورية لحل هذه المشكلات الموجودة وإحنا مجهزين دلوقتي مشروع جديد متكامل علشان يُعرض على مجلس الشعب القادم لأنه كمان في بعض النقط لسه موجودة في القانون كنا نتمنى أنها تتغير ما تغيرتش زي بعض ما عندكوش حل يا دكتور غير أنكم تستنوا البرلمان القادم يعني هل في أي نقطة تواصل ما بينكم وبين مجلس الوزراء النقطة الحالية اللي هي الموجودة حاليا دي المفترض تتعدل بسرعة المفترض يتعدل برضو من مجلس الوزراء هل ده وصل لهم يا فاندم؟ لا ده لسه هيتبعت لهم لأن القانون طالع أول مبارح لسه هيتبعت لهم كلام رسمي هيتبعت لهم خطاب رسمي من النقابة في جزئية تانية خاصة بحوافز المناطق النائية إحنا بنقول دايما عندنا مشكلة في المناطق النائية في كتير من الوحدات الصحية في مناطق النائية مفهاش ده كترة طيب وكنا مديينهم بعض المحفزات علشان يشتغلوا فيها وفي مناطق مفهاش وحدات صحية أصلا بالضبط كده المشكلة اللي جت أن في بعض المناطق النائية اتشالت من القانون يعني بعض المحافزات زي محافزة سهاج محافزة إينا محافزة لقصر دول اتشالوا من حوافز المناطق النائية فبقى الناس اللي بتشتغل هناك فلوسها قلت فدي المفترض برضو محتاجين تدخل من السيد رئيس الوزراء بقرار من رئيس الوزراء باعتبار هذه المحافظات برضو علشان نحل مشكلة المناطق النائية محتاجين زيادة موازنة الصحة لما نيجي في الميزانية اللي جاية بتاعت الدولة إن شاء الله تزيد موازنة الصحة موازنة الصحة زادت قليلا في الميزانية اللي فاتت لكن في الحقيقة كانت الزيادة مش هي المطلوبة كانت الزيادة هتروح كلها في نسبة التضخم العالمية اللي موجودة وفرق سعر العملات الأجنبية فبالتالي إحنا محتاجين تنفيزا للدستور المصري اللي إحنا وافقنا عليه إحنا محتاجين إن موازنة الصحة تزيد في الواحد سبعة اللي جاي علشان تبقى 8% من موازنة الدولة هي حاليا 5% ما نقدرش نصلح بها حاجة في الحقيقة مهما كان اللي موجود عبقاري طبعا يعني أنا لو جبت متر قماش وديته الأفضل تارزي في العالم وقلت له اعملي منه بدلة مهما كان هو عبقاري ما يقدرش يعمل له منه بدلة فبالتالي دي نقطة مهمة جدا فإحنا محتاجين في الحقيقة إعادة هيكلة للمنظومة الصحية كلها طبعا أنا أضم صوت الصوت حدوثة في عالم مليون مليون طبعا متهلكة من سنين طويلة من عشرات السنين المنظومة الصحية متهلكة وإحنا عارفين إنها مش هتصلح في يوم وليلة لكن لازم نبدأ من النهاردة علشان نخط خطة لمدة 5 سنين قدام علشان نقدر فعلا نبقى بعد 5 سنين نقول إحنا عندنا منظومة صحية محترمة صحيح فنتمنى يكون هو ده توجه الحكومة صحيح خاصة وإن إحنا قادرين على ده يعني عندنا كوادر الحقيقة رائعة عندنا ده كترة الناس بتجيلها من أماكن كتيرة جدا في كثير من أهم بلاد والبلاد العربية عندنا أطباء الحقيقة يعني في منتهى المهارة يعني على مستقبير جدا 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 من الشباب ومن الكبار أصحاب الخبرة إنما حقيقي بدون إننا نهتم بالمنظومة الصحية ونخصص لها مزانية محترمة ونتابع ونشوف مش يحصل فيها أي حاجة اجتماع بسيط جدا يا رئيس الوزراء ويا سيد وزير الصحة مع أطباء وشرائح مختلفة من الأطباء أطباء المستشوات الحكومية أطباء المستشوات الخاصة الأعمار المختلفة من الأطباء حديث التخرب أصحاب الماجستير وأصحاب الدكتوراه والدكاترة الكبار ونسمع ونشوف أصحاب المهنة مشكلهم إيه بلاش نسمع من الناس اللي حوالينا بلاش الاجتماعات اللي ممكن تكون مش هتفيد بالحقيقة الحقيقة عند أصحاب المهنة نقابل أصحاب المهنة ونسمع عندهم إيه ونشوف إيه للمفروض نعمله أنا بشكر حريتك على وجودك معنا دكتور إيهاب الطاهر أمين عن نقابة الأطباء ونهار حريتك سعيد يا فاني نهارك سعيد أشكرك فاني بعد الفاصل نستكمل فقراتنا خليكم غير